أعلن خفر السواحر السويدي اكتشاف نقطة تصرب جديدة في خط أنبيب نوردستريم أثنان الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا ليصل بذلك عدد نقاط التصرف في الخطين واحد واثنان أربع نقاط حتى الآن وقالت شركة نوردستريم إي جي أن التحقيق في الأضرار التي لحقت بخطي الأنبيب وإمكانية إصلاحهما قد تستغرق أسابيع أصدر خفر السواحر السويدي يوم الخميس مقطع فيديو جديد لنقطة التسرب في خط أنبيب نوردستريم حيث ظهرت فيه بشكل أكثر وضوحا حالة تسرب الغاز الطبيعي لكن لم يتم توضيح موقع نقطة التسرب التي ظهرت في الفيديو المعروض وفي هذا السياق قال المسؤول الإعلامي للإدارة البحرية السويدية في نفس اليوم إن التسرب الرابع من خط نوردستريم كان أصغر من التسربات الثلاث السابقة لذلك لم يظهر على الرادار وتم العثور عليه من قبل خفر السواحل السويدي عندما كان يبحر في مكان قريب منه وفي وقت سابق أكدت وكالة الطاقة الدنماركية أنه تم اكتشاف ثلاث نقاط تسرب في خطي أنبيب نوردستريم واحد واثنين يوم السادس والعشرين من سبتمبر تقع في المياه بالقرب من الدنمارك والسويد ووفقاً لتقرير صادر عن التلفزيون السويدي يوم الخميس ذكرت شركة نوردستريم اي جي أنه يجب التحقيق في الأضرار التي لحقت بالأنبيب فور إفراغ خطوطها وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع ولا يمكنها حالياً الرد على مدى خطورة الضرر وما إذا كان يمكن إصلاحه كما أفاد خفر السواحل السويدي أن تسرب الحالي للغاز من خط الأنبيب المتضرر لا يزال ثابتاً ومن المتوقع أن يتم إفراغ خط الأنبيب في وقت ما في الثاني من أكتوبر ومن المتوقع بعد ذلك أن تبدأ شركة نوردستريم اي جي التحقيق في الأضرار في مواقع التسرب اشتركوا في القناة